بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمة الله وبركاته. اه بعد ما عملنا دا ونستول البوست جري اسكيل اللي هناخد بس كده نابزه بسيطة زي كريتي التابل زي هو البوست جري اسكيل. طبعا من الغيه هنشتغل بجي ادمن. عملنا ران. فتحت معنا هي. انا طبعا مسائب ان انا اخش بيوزر معينة اللي هنكون مسائبين قبل كده. اه. طبعا اول حاجة انا انا اعمل اصلا اعمل يوزر لنفسي. انا ممكن اعمل كلا كلك كمين واردو كريت لوجين او جروب رول. الاول حاجة هنا اسم اليوزر مسلا. اسميه مسلا باي يوزر. طبعا. اه. ادلو بداعه. ادلو باسلو 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 اسميه باي يوزر. تمام. مش عاملو اكسبايريشن ولا حاجة. لكن بريفجيز مهمة الصلاحات بتاعته. هتدلو صلاحات بنوع يقدري لوجين هو سوى الوزر. هتدلو رول هاي كريت تلبيز. اطلقوا ادلو سوبر يوزر. كل شيء يعني. ولوجين طبعا. اجلنا اكريت اليوزر بتاعي. طبعا انا عايز تشوفكم مثلا سيكيولا اكريت رول باي يوزر وز لوجين وسوبر يوزر واسلو باسلو كل حاجة. تمام? اه. ده بالنسبة لنا نشيط stream application وباكب ماشي. كله. اه. وهتدلو صلاحات. خلاص بقى عندي باي يوزر. انا ممكن اشترا عنيه باي يوزر. انا خشي على بتابيز بتاعتي بكل حاجة. طيب. اه. بعد ان عادت اليوزر. انا هجي نطع بتابيز. انا عايز اكريت بتابيز جديدة. بطول مثلا. هتسميها بطول مثلا سميها باي يبي مثلا. حل. اه. الديفنيشن بتاعها طبعا السيكيورتي والكلام دا كله ممش مشكلة فيه. الانر بوست جريز ممكن اخلي الانر باي يوزر لانا لسه عامله. صح? طبعا الانر باي يوزر وانكوناكشن لامتد ما بش لامتد بيش. ويسام. تمام? كريت الي الانر بتاعتي. اهي. تمام? اما حاجة طبعا التابيز بتبقى ممكن تكون فيها اكتر من توصيف معين او ديتا معينة ببعضها. بساميها سكيما. هتلاقي دايما ان كوتواتيك بقى فيها عندك البابلك سكيما دي الرئيسية. اه. وفيها تابلز وفاني السيكوانس وفيها كل الحاجات بتاعتك انت عايزها. انا هقول له مايشن عايز اكريت نيو تابل كده عم طول. تعالا نتخل مثلا عندي الجادور اسمه نامكليهي. تمام? الانر بوست ليبيز ممكن نخل الانر باي يوزر. تمام? على الاسمه الابلك. سيبك من تابلز بيس هناخد خلي البيش دي فولت. هي ماكش غير هستبدل انه تابلز بيس واحدة اما كان بيشتغل عليها. قولمز. انا اضع هناك قولمز لا انا عايزها. انا ممكن ندوس على الان هنا عشان اريد قولم بيديد من التابل ده. هلا تسميه مثلا اين. اه. اه. واختار نوع البيعنات طب عندي نوع بيعنات كتير. كتير جدا في البوست ري. وفي اسمه بتقوم بتقررها هي هي بس بيديك كزا اسم. انت هو بتصيرش تبقى دوني سهل عليك. زي الكاركتر مثلا. الكاركتر اللي هو عدد حروف سبتة او عدد خناتها سبتة من من النص حروف او ارقام او رموز. اه. في عندنا دانو. طبعا وده في يعني لو عملت كده. هلاقا منه ايه الكاركتر والكاركتر اللي هي هي هي. والكاركتر هو هو برضو. كلها خطير �owy برا. تسميها الكاركتر على مكفال الكاركتر والتكست هالكreb الكاركترز بالري بتاعاته ايه. دي كده ؟roc cryptocurrencies معهم ما نوع اسمه والtextلة. تعالى مميز стало كل ذلك الموضوع failure b who knows all of us. 버نيون نوع nursing temes. شكراها الارقام كو عددين وفنات عندنا اللح recube. 배 Risk column set. المترجم للحديث بينه بيج انت و فى عنده هتلاقي المد انت و هتلاقي المترجم للأعلى المترجم للأعلى فى الفلوط فلوطيق بوينت كان اسمه double precision فان ايه ايه اضفوقalid كان ايه double preciso معذى انا ش caused for ringing مش مشكلة انا باس بديكم نافذة كذا طبعه بحيopardتجاسم للموجود وعنده يعني المعبار كتير الديت و الديت و الديت رينج وفيه الديتتايم و فيه بقى الديتتايم التبقى بكل انواعه و الديتتايم زون و الكلام دا كله موجود الديتتايم هتلاقيه هو الديتتايم زون دا على بعضه يجيب اجواب المطاق الزمنية و التاريخ و اليوم و الشهر و السنوات كلام دا كله تقريبا كده دول كانوا اهم انواع بيانات مشهورة قدر نشتغل عليها او كوموني الماني طبعا فلوس مش مشكلة الريل برضو دول اقام صحيح و طويل اقام الكسرية اسم المكسور يعني فيه طبعا الوز السيرير دا بيعمل لك واحد نتات المعيان كده عطول كده احنا مثلا للمب اي دي انا عايزه character فانا هاختار character مثلا character دا نوع بيانات نصي ثابت للينز سيعي لو عملت كده character هي بس فتحي لانا احدد اللينز بتاعتي فانا اقول له اربع خنات و هوا انهم دا هعملوا مثلا verign text او verign character يعني character verign مثلا معانا غاية اربعين خانة مثلا طبعا نفعش يساب نال وده نفعش يساب بس ده بناء الماركي اللي هو الانتليه اي بي ممكن نحط ال job برضو character bearing ممكن نحط ال main برضو ممكن نساب فاضيه ماشي هاتنجيب ليه salary وده هنختاره اه احنا قلنا double double precision تمام رقم فيه يعني كسر تمام ايه تاني ممكن نحطه ممكن نختار ممكن نختار double ممكن نخليه ال reel اصغر شوية ال double احنا مش محتاجه في الدقة بداينا 48 نحن بطبع حبيت بزنة تقدر تقوم بطبع كما تعيز بوضع called ودوس على save لو حبينا ان احنا نشتغل عليه بقى كبيانات ونقدر نكتب عليه query tools وكلام زي كده نقدر نشتغل عليه يعني ممكن تكون أسهل طريقة ان احنا ممكن نعمل احنا نشتغل على البيانات وطبعا هنا بيديك الامر وحنا نشتغل على البيانات فمسلا ممكن نقول له احنا نشتغل على البيانات رقم اربعة 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 ايه تمام وميل مثلا ايه هذا الصبور مثلا وجوب مثلا نابل click كده مثلا وقدر رفط واحد تاني وقدر رفط واحد تاني وقدر رفط واحد تاني مثلا ويلا اخذ طبعا في ايه وقت طبعا ازاق في الديقة هتسابها 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 وخلاص الديقة موجودة عندي في اي وقت انا اقدر اخش عليها ومعامل ايه فيو ديتا الاروز طبعا عندنا بقى لكن ادي الديتا بتاعتنا هي اذا ما احنا شايتين وبكده هنكون ايه يعني اخدنا نافذة ازا تعمل يوزر ازا تكريد